بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى حمداً به يجل عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه وحزبه ونسأل الله تعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة أبناء وبنات الطلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة مع ماذة الفقه الحنفي وموضوع حلقة اليوم مراجعة عامة على الفصل الدراسي الأول كنا في الفصل الدراسي الأول شرحنا مجموعة من الحلقات تناولت كتاب البيوع ثم خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب وبعض الأحكام متعلقة بالمعاملات كالربا والصرف والوديعة وغيرها من الأبواب الفقهية في الفصل الدراسي الأول ألم بإذن الله سبحانه وتعالى وضعنا مجموعة من الأسئلة تناولت أو غطت معظم جوانب المقرر لن نستطيع أن نلوم بجميع المقرر ولكن ركزنا على النقاط المهمة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى وقد رأينا في هذه الأسئلة أبناء التنوع هناك أسئلة مقالية اختيار المتعدد صواب وخطأ عالل لما يأتي والسؤال المعتاد أذكر الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل أيهما وجد أود أن ننبه أولا لابد أن تقرأ السؤال قراءة متأنية قراءة مفهمة قراءة جيدة لا تستعجل تأنى ثم بعد ذلك أجب واستعن بالله سبحانه وتعالى وأريد أن تعود نفسك قبل الانتحان على أن تقوم بصياغة السؤال بأكثر من صورة حتى تكون مستعدا للورقة الانتحانية بإذن الله سبحانه وتعالى هيا بنا نرى ما أعددناه لكم أبناء وبناتي مراجعة عامة أجب عما يأتي السؤال الأول يقول ما البيع لغة وشرعا وما دليل مشروعيته وبما ينعقد بعنت لك جزئيات في السؤال ما البيع لغة وشرعا وما دليل مشروعيته وبما ينعقد البيع لغة مبادلة شيء بشيء مطلق وكما شرحنا أن البيع في الشرع مبادلة مال بمال بالتراضي بس طبعا لكم متقوم يعني يباح شرعا مبادلة مال بمال بالتراضي أما عن دليل مشروعية البيع فقلنا أنه ثمت مشروعية البيع بالكتاب والسنة وذكرنا من الكتاب قوله تعالى وحل الله البيع ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما البيع بالتراضي إنما البيع بالتراضي وقلنا أنه ينعقد بالإيجاب والقبول وأيهما صدر أولا يسمى إيجاب وما صدر ثانيا يسمى قبول ينعقد البيع بالإيجاب والقبول بلظين ماضيين مثل بعت واشتريت ده النقطة المقالية في السؤال وعندي النقطة بيبتقول علل لما يأتي علل لما يأتي يجوز البيع بثمن مؤجل بشرط أن يكون الأجل معلوما اقرأ العبارة جيدا يجوز البيع بثمن مؤجل نعم لكن بشرط أن يكون الأجل معلوما علل لأن الجهالة جهالة الأجل تؤدي إلى المنازعة تؤدي إلى المنازعة أحسن طيب أجب عن النقطة التالية علل أيضا بيع الميتة والدم والخمر والخنزير من البيوع الباطلة طيب لماذا قلنا لعدم المالية عندنا لذا مش مال ما تقوم ذا لا يباح التصرف فيه شرعا فلا يعتبر ذو قيمة مالية يبقى الأشياء دي من البيوع الباطلة نعم لعدم المالية عندنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك علل لا يجوز بيع أو استبدال ألف جنيه مصري بألف ومئة جنيه مصري ده خلنا في عقد الصرف من فاشة استبدل ألف جنيه مصري بألف ومئة مصري ليه قال لاتحاد الجنس الجنس واحد هنا أجب علل تصرفات الصبي غير المميز والمجنون غير جائزة تصرفات الصبي غير المميز والمجنون ليست بجائزة ليه لأنهما يعني الصبي والمجنون لا يفرقان بين مصلحة أو مضرة وذلك لانعدام العقل فقلنا الصرفات المميز غير جائزة رقم خمسة في علل لا يجوز للمودع عنده أن يحفظ الوديعة عند صديق أو جار وإلا ضمن يبالي شايل عنده الوديعة ده الإنسان اللي شايل الوديعة على الإنسان ما ينفعش يحفظ الوديعة ده عند صديقه أو جاره ولو عمل كده عليه الضمان لقال لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره هو تمن هو ولذلك أعطاه الوديعة والأيدي تختلف في الأمانة هذا بالنسبة لعلل في نقطة أقرأ في السؤال الأول تقول أذكر المصطلح الفقهي للعبارات التالية يوجد لك عبارة وعايز المصطلح بتاعها المقصود بإيه بيع السلعة بزيادة محددة على الثمن الأول الذي اشتراها به يوجد بيع السلعة بزيادة محددة آه ده اسمه إيه بيع المرابحة بيع الثمن بالثمن جنسا أو بغير جنس خد ندف عقدي الصرف أحسنت طيب جب لي عبارة تالية وتقول المنع من التصرف في حق شخص معين ده في الفقه ده يسمى إيه أيوة المصطلح بتاع الفقه يسمى الحجر طيب جب لي عبارة بتقول يشترك رجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما يبقى التساوي هنا في الشركات يسمى شركته شركة المفاوضة ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أنه عندي سؤال مقالي بيقول لي ما البيع لغة وشرعا وما ديله مشروعيتي هم ينعقد هتقول لي طبعا التعريب بتاع البيع اللي احنا شرحناه في الحلقات السابقة وممكن يجيلي نفس السؤال في صورة أخرى ينعقد البيع بنقط ونقط في إما الفراغات لا تقول لي آه ينعقد البيع بالإيجاب والقبول النقطة الثانية في السؤال تقول علل لما يأتي السؤال علل كثيرا ما يتكرر ممكن أصيغ نفس الصور والعبارات اللي أنا جبتها بصور وعبارات أخرى يعني جي يقول لي مثلا تصرفات الصبي والمجنون غير جائز نحن قلنا نعم لأنهم لا يفرقان بين ما فيه مصلحة وما فيه مضرة ممكن تجين نفس الجزئية في صح وخطأ تصرفات الصبي والمجنون غير جائزة عبارة صحيح وتقول لي التعليل طيب باستبدال ألف جنيه مصري بألف ومئة جنيه مصري لا يجوز ليه آه لاتحاد الجنس جاءت لي في صورة علل ممكن تجي لي في صورة تخير الإجابة الصحيحة اختار المتعدد استبداله ألف جنيه مصري بألف ومئة جنيه مصري افتح قوس يجوز لا يجوز مكروه هذه طبعا لا يجوز وجبالي في صورة صح وخطأ فبالتالي أنا أطلب منك أن تدرد نفسك كثيرا على أن تصغ السؤال بأكثر من صورة هذا في نسبة سؤال مقالي وعلى اللي ما يأتي ثم ثنى بقوله أو ثلاثة كمان بقوله ما المراد بالعبارات الفقهية التالية وجاب لي عبارة بيع الأثماني جنسيها وبغير الجنسيها والتي لي ده عبد الصرف مثلا أو منع شخص معين من التصرف فيه ده قلنا الحاجر يبقى هو جاب لك العبارة وعايز المراد بالعبارة يبقى أنت تفهم التعريف بتاع كل المصطلحات الموجودة في الكتاب وتفهمها وتحفظها وممكن يصيغها بأسلوب تاني يقولك ما المراد بالمصطلحات الفقهية التالية وبدل ما يجيب لي التعريف يجيب لي المصطلح يقول لي ما المراد بالمصطلحات الآتية يجيب لي الحجر الحجر يجيب لي الصرف يجيب لي الرهن يجيب لي الوديعة يجيب لي البيع ومراد مني أن أنا عرف هذه المصطلحات أو المقصود بهذه المصطلحات هيا بنا ننتقل إلى السؤال الثاني أبنائي وبناتي هيا بنا السؤال الثاني يقول ما رأي فقهاء المذهب في مدة خيار الشرط احنا اخذنا في حلقات السابقة انه في اختلاف في مدة خيار الشرط بين الامام والصاحبين وما مسقطات الرد بالعيب مدة خيار الشرط عند الامام ثلاثة ايام فاقل ثلاثة ايام فاقل ولا يجوز عند الامام ان تزيد عن ذلك عنده عند الامام يعني وقال الصاحبان يجوز ان تزيد مدة خيار الشرط على الثلاثة ايام لكن بشرط ان تكون مدة معلومة ان تكون مدة ايه معلومة ويسقط خيار العيب بما يلي اولا يبقى ليش حق في خيار الشرط اذا اشترطت البراءة من العيوب يعني خلاص الراجل قال لي بشرط ان تستاخده لو في اي عيب ما ترجعهوش وشرحنا ذلك جيدا يبقى يسقط خيار العيب بما يلي البيع بشرط البراءة من العيوب اذا وجد المشتري بالسلعة عيبا وقبل ان ردها حدث بها عيب اخر لم يكن موجودا بالسلعة عند البيع يبقى هو كان لقى فاعيب ولسه رجح حدث عنده عيب تاني وشرحنا هذا الكلام كذلك يسقط خيار العيب اذا تصرف المشتري في السلعة كأن كانت قماشا فخاطه او دقيقا فخبزه فبالتاله وتصرف في السلعة فلا يجوز ولا يحق له ان يردها نقطة اخرى مهمة في الاسئلة تقول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ فيما يأتي مع تصويب الخطأ المجد النقطة الاولى تقول مدة خيار الشرط ثلاثة ايام فاقل عند الامام العبارة صحيحة ممكن يجباني في سورة ثلاثة ايام ولا تزيد على ذلك عند الصحبين يبقى عبارة خطأ لكن بهذه الصورة العبارة صحيحة ضع علامة صح امام خطأ ايضا ليس للبائع ان يضيف الى رأس المال اجرة حمل السلعة العبارة خطأ طب ما الصواب يجوز للبائع ان يضيف الى رأس المال اجرة حمل السلعة لجرايان العرف بذلك يبقى انت تضع علامة صح علامة خطأ دي على درجة مقدرة وتصويبك للخطأ ايضا عليه درجة فلا تنسى في نقطة اخرى ضع علامة صح او علامة خطأ الاجير الخاص لا يستحق الاجرة الا بعد الفراغ من العمل ده الخاص يعني فيه اجير مشترك واجير خاص العبارة خطأ الاجير الخاص يستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وليس بعد فراغي العمل فيه جزئية في الشفعة تقول في الصواب والخطأ لا تذبت الشفعة الا بعد البيع للغير قلنا العبارة صحيحة لكن مدام لم يتم البيع ليس للحق في المطالبة بذلك النقطة الخامسة تقول يجوز للراهن حبس العين المرهونة حتى يستوفي الدين الراهن ممكن يخلي مع العين المرهونة حتى يستوفي الدين قلنا العبارة صحيح لأن ذلك شرع الاستيثاق والضمان حتى يبادر كل منهما إلى استيفاء حقه النقطة الأخيرة في الصواب والخطأ تقول يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أنا وكلتك في حاجة ما أنت بتوكل واحدتين في نفس الحاج قلنا هذا خطأ لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به ننتقل للسؤال الثاني أذكر الحكم فيما يأتي مع التوجيه السؤال الثاني جين أذكر الحكم فيما يأتي مع التوجيه اشترى كتاباً فوجد به نقصاً في عدد أوراق هذا الحكم يقول والله إن اشترى كتاباً فوجد به نقصاً في عدد أوراق كان له فسخ العقد ورد الكتاب بهذا العيب يبقى يلقع بخيره الرد بالعيب طيب إذا لم يسلم الراهن الراهن ما الحكم إذا لم يسلم الراهن الراهن فهو بالخيار بين إمضائه والرجوع عنه وشرحنا ذلك جيداً أما إذا سلمه لزمه أي المرتهن ولا يجوز له الرجوع فيه ولا كذلك يملك استرداد ما الحكم ما حكم البيع عند آذان الجمعة الأول البيع عند آذان الجمعة الأول مكروه إه الدليل قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا وقال أيضاً وذروا البيع فقلنا يقرأ البيع عند آذان الجمعة الأول يبقى في الحكم عايز أذكر المسألة الحكم بتاعه إيه؟ جائز غير جائز مكروه حرام ثم تذكر الدليل على ما تقول أو التعليل لما تقول رقم أربعة أذكر الحكم فيما يأتي خلط المودع ماله بمال الوديعة هل يجوز ذلك؟ ما الحكم إذا خلط المودع ماله بمال الوديعة؟ لا يجوز المودع أن يخلط ماله بمال الوديعة خلطاً لا يميز ماله عن مال الوديعة دا الحكم فإن فعل ذلك فعليه الضمان دا يؤدي إلى منازعة السؤال الثالث أبنائي يقول متى يجب على المستأجر دفع الأجرة؟ الوقت يعني إمتى؟ قلنا متى يجب على المستأجر دفع الأجرة؟ ومتى ينتهي عقد الإجارة؟ الإجابة تقول لا يجب على المستأجر دفع الأجرة بعد كتابة العقد مباشرة تاني لا يجب على المستأجر دفع الأجرة بعد كتابة العقد مباشرة بل تجب الأجرة بواحد مما يأتي اشتراط المؤجر على المستأجر دفع الأجرة مقدما ده اشتراط عليها هو هو وافق يبقى تاجب أن يدفع المستأجر الأجرة مقدما دون اشتراط المؤجر ذلك عليه دفع مقدم وغير من اشتراط عليه استفاء المعقود عليه وقلنا بأن عقد الإجارة ينتهي في حالات منها مضي المدة المحددة في العقد ويجب على المستأجر رد العين المستأجرة إلى مالكها يبقى عقد الإجارة ينتهي بمضي المدة بموت أحد المتعاقدين بالأعذار الموجبة للضرر سواء كانت في حق المستأجر أم في حق المؤجر يبقى مضي المدة موت أحد المتعاقدين الأعذار الموجبة للضرر سواء كانت في حق المستأجر أم في حق المؤجر ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناجر تكلمنا في سؤال وقلنا لابد أن تقرأ العبارة بصورة متأنية وبصورة مفهمة ثم جاء سؤال آخر اللي هو أذكر الحكم فيما يأتي مع التعليل أو مع التوجيه أو مع ذكر الدليل أو التعليل أيهما وجد تصحح المسألة أولا تذكر الحكم تذكر الدليل أو تذكر التعليل لأن الحكم تكون درجة مقدرة له وكذلك التعليل هناك درجة أخرى مقدرة له أو الدليل وكما قلنا ونكرر مرارا وتكرارا لابد أن تقوم بتدريب نفسك على أن تصغل السؤال بأكثر من صورة فكيف الصورة مثلا البيع عند آذان الجمعة حكم إيه قلت لي يكره البيع عند آذان الجمعة الأول ده الحكم الدليل الآية وذر البايع ممكن أجيبها السؤال ده واصيغه بالصياغة أخرى أقول مثلا البيع عند آذان الجمعة الأول افتح قوس يجوز أو حرام مكروه مستحاب أقول طبعا إيه الحكم بيع الآذان عند آذان الجمعة مكروه اخترت مكروه ممكن أجيبها في صورة صواب وخطأ البيع عند آذان الجمعة الأول حرام هتقول لي لا العبارة خطأ بل هو الصواب أنه مكروه املأ الفراغات الآتية أو أكمل العبارات الفقهية التالية بما يناسبها البيع عند آذان الجمعة الأول نقض هتقول لي مكروه فبالتالي صغي السؤال بأكثر من صورة هيا ننتقل إلى سؤال آخر مختلف ألو هو أكمل الفراغات التالية أو أكمل العبارات الفقهية بما يناسبها هيا بنا السؤال الثالث يقول به أكمل العبارات الفقهية الآتية بما يناسبها الخيار في الخيارات حين ذكرناها ثلاثة أنواع خيار نقط ونقط ونقط قلنا أولا خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين طيب النقطة الثانية تقول في أكمل العبارات ضمان الشيء المرهون يدخل في ضمان نقط بعد تسليمه إليه ضمان الشيء المرهون أن يدخل في ضمان مين؟ المرتهن بعد تسليمه إليه النقطة الثالثة يكون الرباء في الأشياء التي نقط أو نقط أن الرباء يكون في الأشياء التي تكال أو توزن تنقسم الشركة رقم 4 إلى شركة نقط وشركة نقط هنا إلى شركة أملاك وشركة عقود وجرحنا ذلك تفصيل ننتقل أبنائي وبناتي إلى السؤال الرابع ألا وهو ما الرهن لغة وشرعا وما حكم الرهن وبما ينعقد قلنا حكم الرهن وبما ينعقد وشروط المرهون السؤال يحتوي على أربع جزئيات يريد تعريف الرهن في اللغة والشرع حكم الرهن بما ينعقد الرهن وشروط الشيء المرهون فالتسؤال المقالب يقول الرهن لغة الحبس أما الرهن في الشرع فقلنا طلب الدائم من المدينة شيئا يحبسه ليه؟ ليكون ضمان لسات الدين حكم الرهن قلنا عقد مشروع بالكتاب والسنة وينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقود ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول طيب لازم أن تنوه وتقول غير أنه لا يتم الرهن ولا يلزم بمجرد صدور الإيجاب والقبول وإنما يتم ويلزم بتسليم المرهون يشترط في الشيء المرهون أشان هو في السؤال بيقول لي وما شروط المرهون أن يكون مالا أو شيئا له قيمة مالية وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون مميزا أو مميزا حتى لا يختلط بغيره من جنسه يبقى مالا مقدورا على تسليمه مميزا حتى لا يختلط بغيره من جنسه طيب فيه سؤال اللي هو تخير ما خدناهش حتى الآن أهو تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين وجاب لي بعض العبارات بيقول لي في العبارة الأولى يذبط خيار الرؤية للباع فقط ولا المشتري فقط ولا للباع والمشتري فكر معا كده أحسنت خيار الرؤية يكون للمشتري فقط قال صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه طيب بيع النتاج هل بيع النتاج باطل ولا فاسد ولا جائز نحن شرعنا في حلقات المقصوب بالنتاج وقلنا أن بيع النتاج من البيوع الباطلة الحجر على السفيه جائز عنده الإمام أبي حنيفة ولا عند الصاحبين ولا عند زفار قلنا أن الإمام أبي حنيفة لم يقل بجواز الحجر على السفيه لكن من قال بذلك الصاحبان يبقى الحجر على السفيه جائز عنده الصاحبين النقطة الرابعة أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهم تكون على الراهن ولا على المرتهن ولا عليهما معان قلنا أجر البيت على الحفظ يكون على الراهن النقطة الخامسة والأخيرة في تخايا السؤال الاخترى متعدد للمودع عنده أن يسافر بالوديعة عند الإمام أبي حنيفة ولا أبي يوسف ولا محمد يجوز له أن يسافر بالوديعة عند الإمام أبي حنيفة النقطة الأخيرة أبنائي في السؤال الرابع جيم ما الفرق بين البيوع الباطلة والبيوع المكروهة قلنا بأن البيوع الباطلة لا تصح أصلا أما البيوع المكروهة فإنها تصح مع الكراهة التحريمية هكذا أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من عرضنا لهذه الأسئلة لم نغطي جميع المنج ولكن غطينا الجوانب المهمة فيه والتي توقع مجيوة في الورقة الامتحانية بإذن الله سبحانه وتعالى وأنبه مرة أخرى لابد أن تقرأ السؤال فيه بتأني وأن تقوم بالإجابة عليه بطريقة منظمة سهلة ميسورة حتى توسر على المصاحح بإذن الله سبحانه وتعالى ولابد أن تفهم وتعي جيدا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا أدعو الله سبحانه وتعالى أبنائي وبناتي في نهاية هذه الحلقة أن يحبكم ويعزكم وبهذه الحلقة ينفعكم أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته